اشتركوا في القناة وكان في مقدمة مستقبلي جلالة الملك المفدى لدى وصوله مطار الملك عبد العزيز الدولي صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود نائب خادم الحرمين الشريفين كما كان في استقبال جلالته صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية ومع لوزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكية الأستاذ خالد العيسى ومع لوزير الثقافة والإعلامة الدكتور عواد العواد وسعادة الشيخ حمود بن عبد الله الخليفة سفر مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة والسيد إبراهيم المسلماني قنص العام مملكة البحرين في مدينة جدة وقد تفضل حضرة صاحب الجلالة لدى وصوله بالتصريح التالي يسرنا ونحن نصل للبلادنا المملكة العربية السعودية أن نعرب عن عميق اعتزازنا وتقديرنا للعلاقة الأخوية التاريخية التي أرستها ورسختها وشائج القربة القوية وروابط الإخاء والمحبة بين قيادتي وشعبي البلدين والممتدة إلى جذور التاريخ العريقي لبلدينا وتعززها الثوابت والرؤى المشتركة التي تزيد هذه العلاقات صلابة على مر الأيام وتمضي بها على الدوام لأفوق أرحب على المستويات كافة ونجدد تأكيدنا على وقوف مملكة البحرين التام والثابت إلى جانب المملكة العربية السعودية في تصديها للإرهاب بجميع أشكاله وضد كل من يدعمه أو يموله وفي جهودها المباركة والرائدة بقيادة أخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله لتعزيز اللحمة ووحدة الصف لمواجهة كافة التحديات التي قد تهدد أمن منطقتنا أو تنال من مقدرات أمتين العربية والإسلامية بما يحفظ أمن واستقرار دولنا وتمكنها من تجاوز هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها وتحقيق المزيد من التقدم والرخاء كما نؤكد أن العالم الإسلامي بأسره يقف مع المملكة العربية السعودية في مساعيها الخيرة ودورها القيادة في الدفاع عن الأمة الإسلامية ونصرة قضاياها ويؤكد ويعتز برعايتها ومسؤوليتها عن فريضة الحج معربين عن ثقتنا التامة بإذن الله تعالى بأن موسم الحج لهذا العام سيكون متميزا وناجحا حيث تتوافر له كل المقومات التي تمكن ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام من أداء جميع المناسك بكل يسر وطمأنينة وأمان في ظل رعاية الفائقة من حكومة أخينا خادم الحرمين الشريفين للحجاج وما تبذله من جهود جبارة لتيسير هذه الفريضة العظيمة معربين عن تقديرنا البالغ لما تحرص عليه المملكة العربية السعودية الشقيقة من تطوير دائم وارتقاء متواصل ومشهود في مستوى الخدمات والتسهيلات المقدمة لكل من يقصد الأماكن المقدسة وأداء هذه الرسالة الإسلامية السامية التي شرف الله بها عز وجل هذه البلد العزيز ترجمة نانسي قنقر